كون ان التعليم انهار لدرجة التلميذ ما يعرفش يجب بعد ستة ابتدائي ما يعرفش يكتب سطر ودي حقيقة مؤلمة ده نتيجة عدة حاجات اول حاجة اللي عاوز يرفع نفسه من المسئولية يقولك اصلي كسفت الفلوس كسفت الفصل عالية اصلي مفيش فلوس نعمل بيها مدارس تانية او فصول تانية طبعا الحقيقة المؤلمة واللي مش هتعجب كتير من الناس والعقلاء هتعجبهم انه من النهار ما منعوا الضرب في المدارس اصبح التلميذ غير مبالي بانه يقدي دوره بالمذاكرة وانه يروح بيته بعد المدرسة على طول ويذاكر وانه يجي تاني يوم بيجاوب المدرس فانا عندي اقتراح هو بسيط وغريب شوية بس يعني قانون عدم ضرب التلمزة ده طلع في 24 ساعة بناء على امر فوقي الوزير مرره في مجلس شعب وخلاص طلع ان التلميذ اللي انضرب ممكن يؤدي المدرس للنيابة وممكن محكمة وممكن يتبهد البهدالة كبيرة والادارات التعليمية بتتلقف انها تمسك مدرسة بالشكل ده عشان تحط ويش في الحيط كلام مش طبيعي انا لو لو ربنا هدى من بيده الامر وقال والله نعمل مدارس او نعمل فصول انا كوليه امر بسمح ان الفصل ده ابني ينضرب فيه عشان يتعلم يجيب نتيجة ده بيوفر على الاب فلوس كتير بيصرفها على الدروس خصية وفي نفس الوقت المدرس يبقى له احترامه لكن انا لما شوف مدرس بيتحول للنيابة علشان ضرب تلميذ ضرب تلميذ فعلا والتلميذ طلع مطوى مش كده وفي تلميذ بيسب الدين تربية ايه دي انا مش فهم ازاي اي نوع من التربية دي ان التلميذ والتلميذ يطلع موبايل ويقول له ده انا مصور اختك اه 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 وهي جاية تستقبلك في المدرسة لا اختك حلوة كلام اه 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 يعني عشان يتمسك وعشان يتحسب عليه عاوز بقى نيابة ونيابة تمشي وكين نيابة يمشي ورا كل تلميذ ده كلام مش منطقي التعليم تعليم احنا لما نقلد اسيادنا الخواجات نقلدهم بالمنطق هناك التعليم اساسا تعليم انه يعرف يقرأ ويكتب اه 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 وعدد محدود والفصل محدود والخلفة محدودة مش الواحد يخلف خمسة ستة النبي على السلام قال ما شفتش واحد عاقل كرر كلام النبي على السلام بالعقل النبي على السلام قال تناكحوا تناسلوا فاني مباهم بكم الامة يوم القيامة طيب نمسك الحديث ده هل النبي على السلام هيباهي الامم بالنشالين هيباهي الامم بسببين الدين هيباهي الامم بالحرمية يبقى لازم ازبط الانجاب بحيث اني اضمن ان اللي بينجب ده علم ابن علم ابن يخلي في التاني يخلي في التالت يخلي في الرابع احنا مساحتنا كلها مساحت مصر دلوقتي المأهولة اربع الماية وستة وتسعيف المائة صحراء المفروض ندور في الصحراء دي نطلع ثروات لازم ربنا مدهانا لكن يعني ده عملية ما بنفكرش فيها ولو فكرنا بيها بنجدها انها صعبة حتى في الريف بكل اسف التعليم في الريف احسن من التعليم في المدل واحسن من القاهرة لان التعليم في الريف بيبقى عارفين مدرس وبيبقى الفصل فيه تلاتين ونبعين تلميذ هنا في القاهرة التلميذ الفصل فيه مية واسعة مية وعشرين تلميذ فمصيبة كبيرة التلميذ صدت ابتدائي ما بيعرفش يكتب سطر وبعد كده الدولة بتتعهد بانها تصرف عليه في اعدادي وهو غير مؤهل لاستكمال دراسته في المرحلة الابتدائية وبنصرف وفلوس تصرف ونقول الميذانية مش قوضية ونقول احنا تعبنين ونقول احنا مرعقين ولازم نزود عرض المدارس وما فيش فلوس نزود عرض المدارس اذا احنا بنمشي ورا الحلود التقليدية اللي عمري دي ما توصلنا النتيجة